السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم السبت 1 حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج الحوت الآن موعد بث الحلقة ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 3 و28 دقيقة من صباح اليوم السبت بتوقيت درينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة 5 و55 دقيقة من صباح يوم الاثنين القمر الآن موجود في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 3 و28 دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت بتوقيت درينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر وقص الشعر أيضا القمر بما أنه لغاية ساعاته الصبح موجود في برج الحوت معناته بظل الجانب الروحي مسيطر في حياتنا خلال هاي الساعات لأنه شوي الجانب الروحي هو اللي بيكون مهيمن أكثر نشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكوا ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة البعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة أو من الالتزام في بعض الأمور وكثير من الخاسرين والفاشلين اللي بيعانوا من مشاكل في الحب بيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب المرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت بعض الأشخاص ممكن يبدأوا بعلاقة حب جديدة ويمكن التأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى أو شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 2.54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا هو الوقت المناسب للراحة وبتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا خلال هذا اليوم وبتمنحنا كفاءات للأعمال اللي تتعلق بالفن أو المسرح أو الروحانيات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي للقمر رح يكون من الساعة 2.54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية الساعة 3.28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إثمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 3.28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج خلاص القمر بنتقل وبيستقر في برج الحمل فمعناته من ساعات الصباح منشعر بالنشاط أكثر خصوصا من ناحية العمل منصير أكثر تصميما أكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطريق أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارة من لاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت منفقد صبرنا في تعاملنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لبعض المشاكل والحجج الغير ضرورية منفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير عادة لما القمر يكون موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لازم الأمر لذلك وتعديل قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال وهي أول زاوية زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة ومنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وابتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة ستة وواحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة واربع عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 واربع وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن وثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية ولي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية ولي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذه الساعات أما من ساعات الصباح وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا الرأس والأسنان اللسان العضلات المخططة والقضيب المرارة والشرين طبعا هذه الأعضاء بتصير أكثر حساسية لا تصلح الجراحة الكبرى لإلها ولكن علاج الأسنان مثل عصب أو قنوات أو تقويم أو أشياء من هذا القبيل هذا ما يعتبر عمليات كبرى عمليات الكبرى اللي بتطلب تخدير وجراحة كاملة فعشان هيك هاي الأعضاء بتصير أكثر حساسية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها أما باقي عضاء الجسم فما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية بالنسبة لعمليات التجميل طبعا ملحق والجراحة ما في أي مشكلة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ويألأك أنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الحمل خلو المسار القادم بيكون يوم الأحد بيبدأ يوم الأحد الساعة عشر أو ثلاث دقائق مساء بتوقيت جرانيتش وبيستمر حتى صباح اليوم التالي هو يوم الأثنين الساعة خمسة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم الساعة 11 وثلاثين دقيقة مساء بيصير 25 يوم نسبة الإضاءة 26% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة سبعين في المية الآن ساعة الظهر بيصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في الحوت ورح ينتقل للحمل ورح يظل في الحمل ليوم ثلاثة ستة منتحس الآن بنسبة 25% ساعات الفجر سعيد بنسبة 15% ساعات الصباح سعيد بنسبة 10% ساعات الظهر سعيد بنسبة 10% ساعات العصر منتحس بنسبة 10% أما في ساعات المساء سعيد بنسبة 30% عطارد في الثور حتى يوم 36 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 17 سعيد بنسبة 60% الآن ساعات العصر سعيد بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 96 سعيد بنسبة 15% والمشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا لغاية ساعات الصباح بظل التعب مسيطر عليكم حافظوا على هدوكم ما تبدروا بشيء جديد اعملوا بشكل روتيني وحاولوا أنه ما تفقدوا السيطرة على الأعصاب وما تتخذوا قرارات حاسمة أما من ساعات الصباح وما بعد بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود وتعتبر فترة مثمرة وناجحة ممكن اليوم تتمم مصالحة اتقرب المسافات ما بين الأحبة حضورك مميز وبتنشط وطيرتك للعمل وبتتسارع الأحداث أهم شنك تنظم جدول أعمالك تفادي للتقصير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم ومعارفكم من ساعات الصباح طبعا بتدخلوا فترة غير مريحة لأن القمر بوصل لبيت المتاعب فبتلزمكم الفترة القادمة بالانتباه أكثر لصحتكم لا تراهنوا على أي نتيجة وما توقعوا على ورق أو على عقد وحاذروا من التراجع المعنوي حاذروا من الفوضى والتأخير وخيبات الأمل وما تباشر بأي عمل جديد حاول أنك تعمل بشكل روتيني فقط برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بيظل التركيز على أمور السمعة والعلاقات الاجتماعية فبتك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن وحتى ساعات الصباح وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبدأوا بأي شيء جديد وحاذر من المجازفات والمغامرات وما تشوه سمعتك أما من ساعات الصباح بتنشطوا باجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم فترة جيدة بتفتح أمامك الأبواب للتعارف والصداقات بتبدو مطمئن البال وممكن تظهر ليوني وتكيف مع المستجدات وبيرتفع رصيدك الشعبي وبتكسب ثقة الآخرين برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن وحتى ساعات الصباح بظل التركيز على الاتصالات والحوارات والنقاشات وخاصة مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب وبتظل فترة جيدة للامتحانات ولكن لا تعتمد كثير على الحضوض خصوصا فترة خلو المسار إلى أجواء جيدة للحوار البناء ما بينك وبين أحبائك أما من ساعات الصباح بدك تحاذر من موقف مفاجئ للشريك أو زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل وممكن تطرق بعض التوهيرات تثير غضبك أو اشمع زازك أو ممكن يكون في بعض المواجهة في العمل تزعجك وربما تشكو عن من تحديات أهم إشي أنك تهدئ من روعك وما تغامر وما تشوه سمعتك خلال هذا اليوم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح التركيز على الأموال المشتركة ممكن تتفحصوا حساب أموال أو الطالب بحقوق أو تحاسب أشخاص على بعض الأمور المالية أهم إشي أنكم تنعوا عن أي خطوة مالية جديدة وما تغامر بأموالك ممكن تظهر بعض المواضيع القديمة حاول إنك ما تتفاعل معها كثير أما من ساعات الصباح فأنا بتنشطوا بالاتصالات أو سفريات بعيدة أو علاقات مع أجانب ممكن بتحضر لرحلة أو تنشط بمفاوضات وأبحاث هذه فترة إيجابية ومثمرة حتى على المستوى العاطفي وعلى مستوى الدراسي والامتحانات وبتكثر عندك وبتسهل حركتك للتواصل مع الآخرين استغل كل الفرص لإنجاح أعمالك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا هنا التركيز رح ينصب اهتمامكم من الآن وحتى ساعات الصباح حول تعزيز شراكاتكم سواء شراكات العمل شراكات المال بتظل الطاقة ضعيفة وسهل استفزازكم بدك تضبط أعصابك في ساعات الصباح بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أم مش إنه ما تهملوا وضعكم الصحي أو القانوني ممكن تكون هدف سهل لمشاكل إدارية أو قانونية احرص على التفاصيل بممكن تحصل بعض المكاسب المالية اليوم أو تحل بعض المسائل اللي تتعلق ببنك أو ضريبة أو تأمين أو مستردات أموال أو حقوق لإلك بانتظارك أحداث مهمة ومصيرية وبتنقلك من مرحلة لأخرى برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا التركيز رح يظل على الأمور اللي تتعلق بالعمل وعلاقاتكم بالمسؤولين هذا قسم من موليد برج الميزان وقسم آخر رح يكون مهتم بصحته أو بصحة أحد الأحبة أهم شيء أنه حاولوا تضبطوا أعصابكم تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة وتنتبهوا لصحتكم لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم القمر بصير مقابلك تماما طبعا الشراكات مقصود شراكات المال وشراكات العاطفة أو ما بين الأزواج ودك تنتبه طباعك حادي وهذا الشيء ممكن يثير بعض التحفظات وردة فعل سلبية عليك تجنب المشاكل قدم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة لذلك ويبحث عن التوازن والاعتدال بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتظل العاطف قوي لديكم بتميلوا للتقارب مع أحباكم وللتجاوب معهم ولكن في بعض الأوقات ممكن تفرض سيطرتك أو سلطتك أو تدخل بنقاش حاد ما بينك وبين الأحبة وهذا الشيء رح يسبب خلاف كبير أما من ساعات الصباح وما بعد بتكن تنتبهوا لصحتكم بتلازمك الواجبات منذ الصباح الباكر بترافقك مشاعر مختلفة معظمها قلق كله يا على العمل يا على الصحة نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير وما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اتجنبوا يدخل أي تغيير جذري على مسكنكم لأن الأمور بتضل إلها علاقة بالمسكن بالعقار بالبيت فممكن يكون في مناسبة أو ممكن يكون عند البعض بعض الأحداث الطارئة اللي تتعلق بعطل منزلي أو مصريف عائلية أو صحة أحد أفراد العائلة أما من ساعات الصباح فبتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم اليوم بقدم لك فرصة مناسبة للمصالح حول التسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استعاب الأمور أيضا ممتازة جدا بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا بظل في نشاط لغاية ساعات الصباح بالاتصالات والحوارات واللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة بالشوارع المفتوحة أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية ما لكن مزاجكم شوي ممكن يكون عدواني وهذا الشيء ممكن يسبب لكم بعض الخلافات أو سوء التفاهم عليك الحذر زي ما حكينا أثناء التنقلات والقيادة وما تتسرع ممكن تظهر بعض المسائل اللي تتعلق بالبيت كمناسبة عائلية أو حدث عائلي ملفت للانتباه أهم إشي إنك تعطيهم الاهتمام برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتكون تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة حاولوا قدر الإمكان تنتبهوا على مالكم صحيح إنه ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبا الدعم ولكن خففوا من النفقات أما من ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ولكن برضو من من المحتمل إنه يعاني البعض منكم من مشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج طبعا كلها الأمور بترجع بتعود للمال رغم إنه في كثير من التنقلات والاتصالات الإيجابية وعند قدرة على الإقناع عالية وللتسويق أيضا وللأجهزة الإلكترونية ولكن زي ما حكينا عليك تجنب التبذير برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح أنتم نشيطون مع ذلك بدكوا ما تبادروا لأي عمل جديد بل واصلوا ما بدأتم به من قبل أما في ساعات الصباح طبعا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم بيكون مزاجكم شوي في بعض الأوقات متقلب رغم إنه الأجواء جيد ودعم لإلكم تعطيكم طاقة عالية جدا للحوار والنقاش وأيضا للتواصل الإجتماعي في بعض الأمور اللي بتشعر إنه شخصيتك اليوم تختلف تماما عن الأيام الماضية من ناحية قوة الحضور والحوار وتحليل المسائل فإذا يوم مميز بالنسبة لإلك فممكن تحصل منه مكاسب كثيره هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء